أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين نشكر الله سبحانه وتعالى حيث وفقنا في هذا العام أن نحضر في هذا المجلس المبارك في خدمة القرآن ونرى هذه الوجوه الطيبة التي طالما كنا نعتز ونشتاق لرؤيتها كما تعلمون يعني الذين كانوا يحضرون معنا منذ أكثر من ثلاثين سنة وصلنا في العام الماضي إلى نهاية سورة هود عليه السلام وبذلك أتممنا تسعة عشر جزءا من القرآن بفضل الله وتفضله علينا هذا العام كما عودناكم من آخر القرآن بدأنا قبل أكثر من ثلاثين سنة وصلنا هذا العام إلى سورة يونس عليه السلام هذه السورة المكية نبدأ هذه الليلة في أول ليلة من هذا المجلس من سورة يونس عليه السلام طبعا قبل أن نبدأ تعرفون أن يونس عليه السلام قد ذكر في القرآن كم مرة يمكن ثلاث أو أربع مرات وذكر أيضا بكنيته إن صح التعبير وهو ذنون أي صاحب الحوت هذه الآية التي نقرأها في صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء وذنون الذهبة مغاضبا إلى آخر الآية ظنون هو يونس في قصة مطولة نعرض بعضها الآن والبعض الآخر عندما نصل إلى الآية آية واحدة فقط في هذه السورة تذكر اسم يونس ولذلك سميت السورة باسم يونس عليه السلام طبعا أسماء السور أكو خلاف فيها أنه هل هي معينة أو لا الأولى حسب التحقيق أنه ليست معينة يعني مثلا كانوا يقولون السورة التي ذكرت فيها البقرة فسميت السورة باسم سورة البقرة السورة التي ذكر فيها اسم هود فسميت السورة باسم هود وهكذا وبعض السور لها أسامي متعددة مثل سورة الفاتحة لماذا يقال لها فاتحة؟ لأنها جعلت في أول القرآن ففاتحة الكتاب ولها أسامي أخرى وكذلك بعض السور لها أسامي متعددة يونس أيضا ذكر في آية واحدة في آخر هذه السورة إن شاء الله نصل في الليالي الأخيرة من شهر رمضان إن شاء الله ونذكر قصته قصته بشكل مختصر قبل أن نبدأ السورة حتى نكون في أجوائها يونس وعدة من الأنبياء الياس واليسع وأتصور إسماعيل غير إسماعيل ابن إبراهيم لا إسماعيل آخر هؤلاء كانوا من أنبياء بني إسرائيل بعد رحيل موسى عليه السلام تفرقت بني إسرائيل كل قبيلة ذهبت إلى منطقة وكونوا دولة وحضارة وحكومة مثل بقية الأمم هما كانوا شقيت كانوا 12 سبت يوسف عليه السلام وإخوته الأحد عشر فكل واحد عنده ذرية يوسف عاش فترة وملك مصر وكون حضارة دينية شامخة وأنقض مصر كما تعلمون في سورة يوسف قرأناها سابقا بعد ذلك هؤلاء عندما انتقلوا إلى هذه المناطق بين العراق والقدس وفلسطين ولبنان والسورية والعراق ما أشبه تفرقوا كل سبط أي كل ولد من هؤلاء من أولادي يعقوب أخذ عائلته وراح إلى منطقة وكونوا دولة وحكومة وحضارة ومدنية وبعضهم أصبحوا من الظالمين المستهترين بأنبيائهم أيضا بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى رفقا بالأمم وبالشعوب وبمن خلق نحن البشر الله واي يحبنا حقيقة هناك أحاديث عجيبة حول أن الله يحب خلقه كان يبعث أنبياء وذولا يقتلون يعذون يعذبون يسجنون وما أشبه منهم هذا يونس عليه السلام صاحب هذه السورة أيضا بعث إلى منطقة يقال أنها نينوى في العراق يمكن إلى مئة ألف في آية أكو مئة ألف يعني الشعب هم كانوا مئة ألف واحد منطقة يسكن فيها مئة ألف هؤلاء أيضا بغوا على يونس عليه السلام وعذبوه وآذوه يونس كان صبر قليل كأنه فطلب من الله العذاب على قومه فجاء الخطاب في الوحي أنه يا يونس أصبر تأني شوي أنا أمهلتهم وأمهلهم حتى يهتدوا عذاب الاستيصال كما رقلنا في السنوات السابقة الاستيصال يعني شنو يعني القلع من الجذور كلهم يدمرون هذا يسموه عذاب الاستيصال نستجير بالله منها منه هذا لا يأتي إلا بعد إتمام كل الحجج من الله سبحانه وتعالى وبعد اليأس من واحد فقط عجيبها من خصة نوح عليه السلام لما وصل الأمر حتى أنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا مو شكل هناك إجاء العذاب يعني حتى الولد يبقى كافر ينمو كافرا فالله أوحى إلى يونس يا يونس اصبر حتى يهتدوا كان هناك شخصان فقط مهتدين من مئة ألف نفريين بسا إحنا وضعنا زيان الحمد لله إحنا منصر تراب أقدام الأنبياء الحمد لله ما جالسنا عامرة المؤمنون كثر والأباطيل منتشرة في العالم وفي عالمنا الإسلامي والعربي والعجمي وما أشبه هذا هو بعد صراع بين الحق والباطل دائما موجود فكان اثنين شخصين آمنوا به واحد منهم عالم يعني فقيه فاهم واحد منهم عابد هذا العابد كان يشجع يونس ادعو حتى الأعذاب يجي العالم لأنه فاهم كان يقول يا يونس اصبر شوية كما أمرك الله سبحانه وتعالى فيونس كان يستعجل بالعذاب المهم اجل العذاب يعني ما اجل العذاب بهذا المعنى أنه الله وافق على العذاب للامتحان طبعا في قصة طويلة ما علينا بها خرج يونس مع منه مع العابد العالم بقى ممكن تقول يعني العالم كان أفهم من يونس هذه قضايا احنا من نفهمها هناك أشياء مثل الخضر وموسى عليه السلام في قضايا قرأناها سابقة امتحان بعد درجات أكو علامات العذاب اتأجت وصلت العالم اللي بقى قام ينصح القوم أيضا قال لهم ترى العذاب ده يجي ولقد هددكم يونس بذلك هذه علامات العذاب ده تجي تعالوا استغفروا ربكم استغفروا يونس ميدري رايح وين طالع برا وصل إلى البحر والقضية المعروفة سفينة ركب فيها رادت تغرق سووا قرعة ثلاث مرات طلع اسم منه يونس فألقوه في البحر فالتقمه الحوت يعني النون نون يعني حوت وذنون أي صاحب الحوت والله أنقذه في قصة طويلة ما علينا بها هذه بداية هذه السورة حتى نكون في أجواء سورة هود عليه السلام سورة هود مكية سورة يونس عفوا سورة يونس مكية بملامحها ونبراتها وآياتها السورة المكية تبين هي نفسها ليش لأنه دائما صراع مع المشركين مع أفكارهم الباطلة مع خرافاتهم وإثبات التوحيد والنبوة والمعاد والوحي هذه ملامح السورة المكية دائما لأن إثبات العقيدة بعد في 13 سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا عليه وعاله الله وصلى الله وعالي وحمد 13 سنة كان في مكة السور كانت تترا تتلا تجه الشكل السور المكية دائما تعالج العقيدة فملامح السورة المكية سور المكية واضحة جدا تعالج جوانب كثيرة من التوحيد والنبوة والوحي وأيضا المعاد نبدأ في هذه السورة سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ من المشركين في مكة والجهل في هذا اليوم وفي هذا العصر لأن القرآن دائما نقول أنه حي نابض يتحرك لكل عصر وزمان السورة تبدأ بالحروف المقطعة ألف لام را قلنا سابقا إما هي رموز بين الخالق ورسوله صلى الله عليه وآله وإما هي بمعنى أن هذه الآيات التي تعجز العرب والعجم عن الإثيان بمثلها مركبة من شنو من هذه الحروف الهجائية ألف لام را ميم كاف ها يا عين صال وهكذا خاصة في هذه السورة المتتابعة سورة يونس هود قبلها أيضا وبعدها كلها إشارة إلى القرآن بها شوفوا ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم يعني إشارة إلى القرآن من هذه الحروف ركبت القرآن ولكن أنتم تعجزون أن تأتوا بآية من مثله هذا تفسير ويمكن كل التفاسير للحروف المقطعة صحيحة هي رموز أيضا إشارات إلى أشياء عظيمة بين الخالق والأنبياء ليش تلك يقول لازم يقول ذلك تلك إشارة إلى البعيد القرآن قريب هنا البلغاء في اللغة العربية يقولون الإشارة إذا كانت لشيء خفيف عادي يجي للقريب ذلك هذا إذا كان لشيء عظيم جدا وفخم تأتي الإشارة بالبعيد لأن آيات القرآن عظيمة وجليلة جدا فالإشارة تأتي بالبعيد هذه من البلاغة في اللغة العربية حقيقة اللغة العربية لغة جدا ممتازة مو لأن نحن عرب وأن نحن يعني لأننا عرب ونفتخر أن نكون من العرب ماكو إشكال العرب أيضا أمة ولكن اللغة العربية ممتازة جدا الآن ماكو وقت حتى أشرح ليش ممتازة منها من امتيازاتها البلاغة العجيبة التي موجودة في اللغة العربية كل ملحوظة فيها إلى اعتبار خاص منها هذه تلك يعني ها تلك إشارة إلى البعيد يعني العظمة آيات الكتاب الحكيم يعني هذه الآيات التي تقرؤونها آيات كتاب حكيم حكيم يعني نحن نقول القرآن الكريم القرآن المجيد والقرآن الحكيم أيضا هنا نقال الحكيم حكيم يعني كله حكمة كله موعظة كله درس كله عبرة هذا من جهة من جهة ثانية حكيم يعني محكم متزن مو متهالك تشوفون بعض الأفكار متهالكة ومتهاوية يأتي ويذهب تأتي الأفكار وتذهب مش قد يجوا أفكار باطلة من الفلاسفة من العرفاء من الذين يدعون العلم في العلوم الإنسانية يعني إجوا راحوا انتهوا وأصلا تلاشوا أفكار هم راحت رؤى القرآن بصائر القرآن محكمة حكيم هذا معنى كتاب الحكيم ومعنى آخر أنه كل شيء فيه يرتبط بالآخر حقيقة أنت لما تقرأ القرآن إذا بتدبر واحد يقرأ يشوف مثل في الجبل هي الشكل أمثل وإلا تمثيل مصحح جدا ولكن من باب التقريب في الجبل من الأحجار الكريمة المتراكبة بعضها مع بعض كل آية تعضد الآية الأخرى كل فكرة تعضد الفكرة الأخرى متناسقة مو في الشيء أول الشيء قائل في الشيء بعدين خلافة يقول هذا معنا المحكم تلك آيات الكتاب الحكيم خب بعدين رأسا يتوجه في هذه الآيات من سورة يونس أنه المشكلة التي كانت في زمن رسول الله في مكة وإلى الآن موجود هاي المشكلة ليش الله يدز رجل نبي يصير ليش ما يدز ملك هذا الإشكال اللي بعضهم إلى الآن يقولون أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم كانوا يستشكلون على الرسول يقولون يا محمد أنت رجل منا اللهم صلى على محمد الله نعرفك أبوك عبد الله عمك أبو طالب زوجتك خديجة سلام الله عليهم جميعا أنت من عندنا أنت صرت نبي شلون يعني هذا الكلام قبل لم كانوا يقولون للأنبياء السابقين إلى عيسى إلى موسى إلى إبراهيم وإلى بقية الأنبياء كأنه كان توقعهم وانتظارهم أنه في واحد يجي غريب ملك ينزل مثلا الجواب أنه والجواب أكون جدا جيد شفت في تفسير من التفاصيل اليوم أنه الإنسان لا يجري قيمته لا نعرف قيمتنا أشتون يعني يعني الله خالق في المخلوق عجيب اسمه إنسان هذا الإنسان بإمكانه أن يسمو ويسمو ويسمو ويعلو إلى أن يصل إلى أن يسمع الوحي أن يرتبط بالسماء هذا جدا مهم ترى صحيح أنه رجل منهم إلى رجل منهم ولكن هذا الرجل ممتاز هذه قيمة الإنسان يعني شنو أريد شوية أستفيد من هذه العبارة أنه إحنا أيضا نستطيع أن نسمو ونسمو ونسمو إلى أن نصير مثل أبي ذر مثلا مثل سلمان مثل مقداد مثل أصحاب الأنبياء شنو كانوا يظل كانوا مثلنا نحن مثلهم ولكن سموا هذه ميزة البشر خاصية البشر هذه أنه يقدر يصعد يصعد فكيف إذا صعد وصعد إلى أن صار حبيب الله وصار رسول الله محمد صلى الله عليه الله صلى الله ومحمد وآله ومحمد الجهال من المشركين ما كانوا يلتفون إلى هذا المعنى إلى هذا المعنى أنه يا أبا سفيان أنت متستاهل أنت مكفو ولكن هذا الرجل معادي هذا هذا محبوب الله صفي الله نجي الله نعم في بشريته مثلك أنت تمشي وهو يمشي أنت تأكل وهو يأكل أنت تنام وهو ينام ولكن الله جعل فيه خاصية وقدرة في هذا الإنسان العادي أن يسمو هذا خوش جواب لي إش يصير واحد نبي واحد ما يصير نبي الله يصطفيه بعدين أكو حال ثاني إذا يكون منكم أحسن يعرف آلامكم وآمالكم وأحزانكم وأتراحكم ومصائبكم وشجونكم منكم وفيكم فإذا النبي يكون منكم أحسن من أنه من غيركم يجي هذا إشكال جدا تافه كان منهم شنو كان أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم طيب هذا الرجل اللي جاي منهم شيريد أن أنذر شغلة هذا النبي وظيفته ومسؤوليته الإنذار والبشارة يعني إذا نريد أنلخص النبوة أنلخصها في جملة واحدة أو في كلمتين النبي شنو شغلة شنو مسؤوليته إنذار وتبشير إنذار للناس جميعا أن أنذر الناس ناس يعني كل الناس إنذار بشنو بالعذاب بالعاقبة السيئة البشارة لمن البشارة للمؤمنين فقط وبشر الذين آمنوا شوفوا الدقة في التعبير القرآني أكرر أن أنذر يعني شغل النبي هذا رجل منهم أن أنذر الناس يعني كل الناس إنذار ديروا بالكم هذه الدنيا لم تخلق للعيش فيها أن تعدكم آخرة البشارة إلما للذين آمنوا وبشر الذين آمنوا شنو البشارة أن لهم قدم صدق عند ربه الله أكبر من هذه الآية النبي يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم فت قدم صادق ومحكم عند ربهم ليش يقولون قدم لأن عادة الإنسان عندما يريد أن يذهب إلى مكان يبدأ بقدمه إلى ذلك المكان المؤمنون يذهبون بأقدامهم إلى الجنة عندهم قدم صدق قدم حقيقي قدم واقعي قدم يستحقونه عند من هذا القدم عند ربه قال الكافرون بعد ما خلص هذه الآيات وذكر أنه ذول متعجبين ليش رجل منهم قال الكافرون إن هذا لساحل مبين خلص استدلال ماكو إحنا إخواننا والذين يسمعوننا عبر الأثير مشكلتنا مع كثير من الاتجاهات الفكرية هذه المشكلة أنه عندما نبحث مع الآخرين ونتباحث مع من عندهم آراء غير صحيحة بل باطلة يصل إلى مكان تشوف بعد ما عنده حل ما عنده جواب شي يقول يقول لا أنا ما أعتقد بهذا الشي إذا يريد يحترمك إذا ما يريد يحترمك يتكمك المشركون في زمن الرسول في مكة كانوا يتهمون الرسول بأنه ساحر استغفر الله استجير بالله لماذا كانوا يقولون ساحر قصص طويلة وذكرتها بعضها بعضها في سنوات سابقة هذول كانوا بلغاء كانوا فصحاء العرب كانت عندهم الفصاحة والبلاغة والشعر والأدب حقيقة في مكة في عكاظ كانوا يسوون مهرجان للشعر وللأدب وكانوا يعلقون المعلقات على الكعبة جوائز يعطون يعني كانوا أدباء فعندما كانوا يرون أن القرآن شي عجيب لا يشبه الشعر ولا يشبه النثر ولا يشبه القصيدة ولا يشبه شي عادي من شخص عادي يشوفون ماكو شي ويشوفون أنه يجذب الناس أيضا مئات الناس يلتحقون بالنبي يوما بعد يوم شي يقولون أفضل حل لهم للمجابهة أنه هذا سحر أن هذا الرجل ساحر وكانت تنطلع على الناس سرها يعني الآن إذا واحد يتهم في الرجل دين مثلا متقي يتهمه بأنه ساحر الناس شوية شوية تتبرع منه يقولوا هذا شنو هذا ساحر فالدعاية كانت تؤثر كان يأتي الناس من خارج مكة ويستمعون إلى القرآن ويهتدون يجي فلان من المشركين الكبار يقول لي يربالك هذا ساحر يقول عجيب شفت سحرني كلام عجيب كان يستمعون مثلا سورة الواقع سورة الرحمن سورة قل هو الله أحد مثلا كان ينزذب من الفصاحة والبلاغة والدقة في التعبير والتأثير العجيب فكانوا يهتدون شنو الطريقة لإبعاد هؤلاء اتهام النبي بالسحر هذا يقول الواحد ما عنده برهان وما عنده دليل يعني مفلس بالنتيجة جيبه خالي عن الدليل صدره خالي عن البرهان ولذلك قل ساحر قال الكافرون إن هذا لساحر مبين مبين يعني جدا ساحر قوي مبين واضح رأساً الآيات تتجه إلى السماوات والأرض يعني الله الذي خلق هذه السماوات والأرض بعث هذا النبي بهذا القرآن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام هذا التوحيد أول الشيء الله أولاً هو الخالق وهو الرب نكرر دائماً كل سنة نقول أنه نحن نعتقد بخالقية الله وبربوبية الله خالقية يعني شنو؟ يعني خلقنا خلق الكون وتركنا؟ لا أبداً ربنا يعني اللحظة بلحظة هو يدير الكون كل ويديرنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام شرحنا هذا سابقاً أيام في اللغة العربية ليس 24 ساعة أو 12 ساعة فترات من الزمن يمكن تستمر إلى ملايين السنوات كما يقولون الآن في العلم الحديث ما يكون مشكلة في ستة مراحل يعني عادة الخلق هكذا كما أن الجنين يبقى في رحم أمه كم تقريباً تسعة شهر وكان ممكن يطلع في دقيقت ما كان ممكن كان ممكن سنة الله في الخلق هكذا حتى في السماوات والأرض إلى النبات إلى الجنين إلى نتدرج حتى نتعلم الطفل إلى أن يكبر 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 إلى أن يقول أليف بلام ميم يتعلم شوي شوي ستة أيام ثم استوى على العرش العرش تكلمنا حوله سابقاً يعني الهيمنة على جميع الكون مو معناته أنه أكو كرسي وهناك قاعد استغفر الله الله يروح يقعد على الكرسي كما يقولون مع الأسف بعض الأديان الباطلة الاستواء يعني السيطرة على إدارة الكون هذه كلمات بلاغية استوى على العرش شي سوي الله يدبر الأمر الله أكبر من هذه الجملة يدبر الأمر للنبات للحيوان للأفلاك للمجرات للإنسان للجنين في بطن أمه تدبير هذه الأمور بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه هما كان يقولون الأصنام شفعاؤنا الله يقول شفاعة موجودة ولكن بعد إذن الله نحن نتكلم لحول هذا الموضوع سابقاً نحن نعتقد بالشفاعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله ولآله في الدنيا وفي الآخر نعتقد ولكن بعد إذن الله وهذا مو شرك هذا عين الآية آيات كثيرة ما من شفيع يعني ليس له شفيع إلا من بعد إذن الله ذلكم الله ربكم ذلكم خطاب إلى المشركين الله ربكم فإذا هشك لأنه الله خالق السماوات والأرض وربنا ويدبر الأمر ويدير الكون ويديرنا ويدبر أمورنا فاعبدوه هو الذي يستحق العبادة مو الأصنام أفلا تذكرون تذكرون يعني كنت ناسين دعم الإنسان في فطرته سليم إخواني الإنسان يخلق سليما طاهرا نقيا وإنما الأجواء تدنسه وتخربه وله فطرته سليمة إذا أراد أن يرجع إلى فطرته شنو لازم يسوي أفلا تذكرون لازم شوي يفكر هذه السماوات هذه المجرات شوي واحد حقيقة يدرس بعض العلوم الحديثة اللي بعضهم أفلام صايرة بعد أفلام صايرة هذه العين اللي إحنا ما نعير لها أهمية جد دقيقة في تضاريسها وعروقها هذه الشكل قوترة صايرة يعني تدبيرها بيد الله سبحانه وتعالى فكيف بالمجرات والكرات السماوية كل هذه الأمور تدل على أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى والخالق هو والرب هو إذا كان هكذا فيجب أن نعبد الله وحده لا شريك له أفلا تذكرون التذكار يعني الرجوع إلى الفطرة السليمة أنا أعتذر الليلة شوية صحتي مزينة فنختصر أول ليلة أنتم في أول ليلة لازم ترتاحون شوية صيام مقبول إن شاء الله ومن غد إن شاء الله شوي أكثر نقرأ أما العادة الدائمة المباركة أن نقرأ حديثا أو موعظة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر عليه السلام رضوان الله عليه أبو ذر كان دائما يلتصق يلتصق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتعلم منه أشياء أكو وصايا من الرسول إلى أبي ذر يمكن يصير كتاب أصلا كتيب يعني موجودة في كل الكتب الأحديثية في البحار وغير البحار موسوعة هذه أصلا وصية النبي إلى أبي ذر مواعظ النبي إلى أبي ذر يا أبا ذر إذا دخل النور القلب التفتوا شوي القلب مكان جدا عجيب لسا القلب معناة المخ أو الدماغ أو هذا القلب الموجود في صدرنا مو مهم هذا مكان الإدراك نحن نسميه مكان الإدراك لأنه أكو خلاف أنه القلب يدرك أو الدماغ يدرك أو ارتباط بين القلب وبين الدماغ هذا أمور أحنا ما نعرف يعني أنا ما أعرف التفاصيل بس بالنتيجة أكو شيء اسمه مكان الإدراك والفهم هذا بعض الأوقات يأتي عليه أو فيه نور الله أكبر نور نعم يتنور القلب إذا تريدون يتحسون هذا الشيء بعض الأوقات لما الواحد عند خضوع وخشوع لله سبحانه وتعالى عند توجه قلبي إلى الله في عبادته في سجدته في ركوعه في عبادته صلاته في الطواف حتى في الزيارات يصير هذا الشيء يصير هذا الشيء يحس أن قلبه متنور في الارتياح عنده إذا دخل نور القلب النور يدخل القلب انفسح واتسع القلب ينفسح يتسع كشلون يتسع يعني ذلك أمور معنوية طبعا مو أنه يصير كبير مثلا يقبل الحقائق يفهم كثير من الأمور اللي ما فاهمها سابقا أبو ذر تعجب قال يا رسول الله فما علامة ذلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله شنو علامته يعني شن سوي حتى قلبنا يتسع ويتنور شن سوي رضوان الله عليك يا أبو ذر هذول أصحاب الأنبياء والأمة جدا كانوا أذكياء يعني يتحاورون مع النبي مع الإمام حتى يحصلون معرفة وتجي هذه المعرفة إلينا أيضا أبو ذر قال يا رسول الله علامة شنو حتى قلبي يتنور قال رسول الله الإنابة إلى دار الخلود يمكن أن أبو ذر كان يفكر في عملية جراحية يسوي مثلا لا بسيطة جدا الإنابة إلى دار الخلود يعني التوجه إلى المعاد بيننا وبين الله وبين أنفسنا نحن في اليوم في النهار في الليل كم مرة نتذكر الآخرة كم مرة قليل ولذلك نشوف قلوبنا ممتنورة إذا أراد الإنسان أن ينور قلبه لازم يشكل يسوي قال رسول الله صلى الله عليه وآله علامة نور القلب نور القلب الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور الدنيا دار غرور تجافي يعني يدير بالها يتركها يعيش يشتغل ينمو يروح للسوق يشتري يبيع ولكن توجه إلى الآخرة قلبه مو هنا والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله هذه أول ليلة وشوي خوفناكم وخوفنا أنفسنا الاستعداد للموت قبل نزوله كم واحد من أصدقائنا في هذا العام الذي مضى ارتحلوا إلى الآخرة رحمة الله عليهم حقيقة شكيد من أصدقائنا القريبين منا راحوا مع أنه كانوا شباب الاستعداد للموت قبل نزوله ثلاث أشياء إنابة إلى دار الخلود تجافي عن دار الغرور الاستعداد للموت قبل نزوله هذا ينور القلب السشتون ينور القلب جربوا نجرب يعني إحنا مياكم نجرب إذا واحد شوي ينقطع عن الدنيا في الدنيا هو ولكن قلب مو في الدنيا قلب في الآخرة ويستعد للموت قلبه يتنور ويتسع اللهم ارزقنا ذلك القلب المتنور إن شاء الله الليلة أنا أريد أن أيضا أدعو لمرضانا كثيرون هم الذين وصوني والتمس الدعاء في هذه الليالي ومنهم قبل قليل سماحة أخينا العزيز خادم الحسين السيد محمد باقر الفالي حفظه الله قبل شوية كنت متصل به قال اسعو لي يا سيد المحسن حقيقة نحن لازم ندعو لهذا السيد ولبقية المرضى من المؤمنين والمؤمنات اللهم اشفيه واشفي كل مريض اللهم اشفي كل مريض بحق هذه الليلة المباركة اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية اللهم احسن عواقب امورنا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودديلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عنة الوجود اشتركوا في القناة